توجه إيراني لعسكرة البحر الأحمر وتحويل إلى ملعب دولي تكشفه للسهدافات المتكررة التي تشنها من الشرحوثي على السفن التجارية بمزاعم دعم الشعب الفلسطيني هذا التوجه ظهر جليا في تصريح الذي أعلنه وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني بالقول إن كل الدول لديها حضور في منطقة البحر الأحمر وحضور أمريكا فيها سيزيد من تعقيد المشكلات لأنها منطقتنا ولا يمكن لأحد المناورة في منطقة نهيمن عليها حد قوله ليثبت بأن الميليشيا ليست حليفا بل أداة من أدوات طهران في المنطقة تصريح المسؤول الإيراني جاء ردا على التحركات الأمريكية لتشكيل قوات بحرية من أربعين دولا لتأمين خطوط الملاحات الدولية في البحر الأحمر عقب هجمات الحوثين التي استهدفت عددا من السفن في البحر الأحمر من منطلق ما أسمت الميليشيا نصرة لأبناء غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحرب إبادة متواصلة منذ أكثر من سبعين يوما الحكومة اليمنية أدان تصريحات الوزير الإيراني التي كشفت عن الدوافع الحقيقية للهجمات التي تشنوا ميليشيا الحوثي وأسقضت محاولاتها لإيجاد غطاء سياسي وأخلاقي وكسب طاعات شعبي عبر ربطها بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مؤكدة أن تلك الداعات مجرد ذريعة لممارسة القرصنة وتنفيذ الإملاءات الإيرانية في تهديد الأمن البحري وحركة التجارة العالمية وتحقيق مساعي طهران باتخاذ جغرافيا اليمنى الاستراتيجية منصة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب خدمة لأهدافها الخاصة تطورات تأتي في وقت حذرت فيها عدد من المراكز الاقتصادية من التداعيات الكارثية لأعمال القرصنة البحرية على الاقتصاد اليمني وارتفاع كلفة رسوم التأمين على السفن وتأثيرها على سلاسل التوريد ما يرفع أسعار السلع ويزيد التضخم الأمر الذي يكشف عن عدم اكتراث الميليشيا بالأوضع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومعاناة اليمنين جراء الحرب وكانت شركة ميريسك الدنماركية وهباغلويد الألمانية لنقل البحري أعلنت تعليق من رسفونهما في البحر الأحمر حتى إشعار آخر